بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على بالأرض وجعل آلها شيعا يستضعب قائبة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نبن على الذين سضعفوا في الأرض ونجعلهم وإنة ونجعلهم الواردين ونمكن لهم في الأرض ونريد فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي بإلى خفتي عليه فأبقي في اليم ولا تخافي ولا تعزني إنا أردوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتغطه آلوا برعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن برعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فعادهم لموسى فارغا كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصيب بصرت به عن جنوبهم وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت لدلكم على آل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بدا شده واستوي آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من ألهاب وجد فيها رجل يقتلان هالا من شيعته وهالا من عدوه فاستغاده الذي من شيعته على الذي من عدوه موكزه موسى بقضى عليه قال هالا من عبد الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني وضمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلا نكون غيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو له ما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يصحيه قال يا موسى إن المدايا تمرون بك ليختلوك بخرجني لك من الناصحين فقرج من أخائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القاء مدينة قال عسى ربي أن يديني سواء السبيل ولما ورد ما مدينة وجد عليه أمة من الناس يسطون ووجد من دونه ممرتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبو ناشق كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظلم فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت وحدهما تفشي على استحياء قالتن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا تستاجروا إن خير من استاجرت القوي لمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج فإن أتبت عشرا فمن عندك وما أريد أنا شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيام لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى لجل وسار بعلي أنس من جانب الطور نارا قال لعليم كذو إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسطلون فلما أتى نودي من شاق الواد ليمن بالبقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين ونرق عصاك فلما رأيها فتزك أنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخذنك من الآمنين أسلك أدك بي جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وابم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانا لمن ربك إلى برعون وملئه إنهم كانوا قما فاسقين قال رب إني قتتم لهم نفسا فأخاب أن يقتلون وأخي يارونه وأفصح مني لسانا فأرسلوا معي ردا يصدقني إني أخاب أن يكذبون قال سنشد عرضك بي أخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بها لا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدين إنه لا يفنح الظالمون وقال برعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا آمان على الطين فاجعل لي فصرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا ظن من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرضعون فأخذناه وجنوده فنبلناهم في اليم فور كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدنا أهلك للقرون لولا بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ذاويا في آل المدينة تتروا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنزر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت إذن فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تواهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله وأدا منهما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلمن ما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهد القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله المسلمين أولئك يتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تدي من أحببت ولكن الله يجي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من أن تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكما لكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الواردين وما كان ربك ملك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتو عليهم آياتنا وما كنا ملك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبغى أفلا تعقلون أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أهوينا أهويناهم كما أهوينا تبرنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لأنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ما أجبتم المرسلين فعميت عليهم لنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرا سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في دولا وداخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من لا ينير الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من لا ينير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمتي جعل لكم الليل والنار لتسكنوا فيه ولتبتعوا من بضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون ونزعنا من كل أمة شيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إقال له قوم لا تفرحن الله لا يحب الفرحين وابتع فينا أن تلك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيت على علم عندي أولم أعلم أن الله قتلك من قبله من القرون من وأشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مذل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون فخسبنا به وبداله الأرض فما كان له من ذئة ينصر له من دون الله وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانهم بلمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسب بنا ويكأنه لا يفلح الكاذرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا بالأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة بله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يبس الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يرقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إذا ناخر لا إله إلا هو كل شيء هالك للا وجه له الحكم وإليه ترجعون